في التقرير الاحصائي لاوروبا يوروستات سنة الفين وستاشر نسب اولاد الحرام في دول اوروبا خد يا سيدي في البلجيك الفين وستاشر تسعة واربعين في المية من الاولاد اللي بتولدوا ولاد ايه ولاد حرام في بلغاليا تمانية وستين وستة من عشرة في اللي تشيك تمانية واربعين وستة من عشرة في الدنمارك اربعة وخمسين في جيرماني في المانيا خمسة وثلاثين ونص في المانيا الموسعة خمسة وثلاثين ونص في اسطونيا ستة وخمسين في ايرلندا ستة وثلاثين في اليونان لانها محافظة ارثوزكسية تسعة واربع من عشرة خلي بالك الكلام اللي بقوله ده. دول بيحافظ على دينهم. في اسبانيا ايه خمسة واربعين وتسعة من عشرة. في فرنسا تسعة وخمسين وسبعة من عشرة. يعني نص فرنسا عائلة مولاد ايه? قولوا انت متطمنا ما تعجمش عليهم ده تقريرهم. في كرواتيا عشان فيها الكاثوركية تمنتاشة وتسعة من عشرة. في ايطاليا مازالت برضو فيها محافظة تمانية وعشرين وتسعة من عشرة. في كبرص تسعتاشر واحد من عشرة. وهكذا دواليك. عندك في لوكسنبورد اربعين. في الماجر ستة واربعين. في سلوفينيا تمانية وخمسين. هات بقى الاقل. مش هتلاقي يمكن. الاختنشتاين. اتنين وعشرين. وبولندا خمسة وعشرين. بولندا فيها يمين او جنيسة قوين. ده كله اتعمل اوكرانيا فيها عشرين. ارمينيا تلاتة وتلاتين. انا بديك ارقام من واقع الاعصاء بتاعهم. تعال بص بقى على ولاد الحرام في العرق. في العرق البيض. سنة الكلام ده ما بين الف تسعمائة وتسعين والفين وستاشر. يعني حوالي ستة وعشر سنة فارق. كان نسبة ولاد الحرام بين البيض في اوروبا خمستاشر. النهاردة بقت كام? او سنة ستاشر ستاشر كانت كام? تمانية وعشرين في المية. كانت ما بين المختلطين الهسبانيك اللي هم الاسبان والامريكان اللاتينين اربعة وتلاتين بقى اتنين وخمسين. بين السود في اوروبا كانت النسبة السنة التسعين تتاتة وستين في المية والنهاردة تسعة وستين اوش نهاردة سنة الفين وستاشر. تعاشوا في التعليم. تعاشوا في آآ نسبة المتعلمين دول المتعلمين وغير المتعلمين اللي هم اقل من السنوية العامة النسبة مرتفعة. وبعدين اللي اخدوا السنوية العامة واخد دا لك برضو النسبة مرتفعة بس اقل. وبعدين درجة البكاليريوس آآ او في مرحلة البكالوريوس في مرحلة الجامعية ارتفعت اكتر قلت ما بين البيض وزارة ما بين السود انما لما بقى اخدوا البكالوريوس النسبة قلت لان المجتمع بيتعلم فيتنور احنا بقى عاوزين نقام الردة عشان نبقى صف مجتمع جاهل فنقول له ايه روح يا عم وخلف لك عيلين وفتاع كده وربنا هيرزقك برضو والسيسع هيرزقك قادر قصة ده مجتمع بيعاني نفس التجربة عاوزينها عندنا الجماعة عاوزين التجربة عندنا يدخلوا عندنا بقى ايه تجرب وتتجوز وما تتجوزش يا حرة وتختلط الانساب بعد ممكن بعد كده تكشف ان انت متجوز لي اختك او ان انت انت معاها اختك ما تعرفش دي حرب الدين في تمامها ربا الديني بنوك رباوية انت عمرك سمعت ان فيه بنك اسلامي في السعودية يا راجل ايه ده فيه بنك راجحي ده اللي كان مصرف كان آآ كان صرافة تحول لبنك البنك الوعيد اللي بيسمى بنك اسلامي في السعودية هو ده دولة الشريعة ولما حابوا يعملوا بنك فيصل الاسلام عملوا فين في مصر عندنا بالمناسبة مالوش فرع كان من زمان او ما كان شولو فرع ليه ايه دي دول لا 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 عقب الاسلام ولا بحاجة طب انت مثلا شفت في السعودية مثلا مش كان بيقول لك اللحية والكلام ده لهم حزب النور والجامية ولا بود ده واخ المسلم صح ده كلام سليم حق عمركش طلع بيان مثلا من الشيخ فلان الكبير او في السعودية قالوا للملك عبدالله انت برب ساكسوكا ليه مش كده غلط مش عيب مفروض ان انت حضرتك تيربي ده انا كاملة صح ولا لا انما كانوا ده ورعا الاخوان لما كانوا بيخفوا لحاهم بيقول لك شوف الفاسق شوف المبتدع طب شفت الملك طب الملك لابسه مدلد لسيابه صح فاكر انت بيقول لك ايه انت لابس منطلون يخرب بيه تاك هتخش جهنم وكل سانتي بحوالي فتنان في جهنم ما حافش كاملة منين بس يعني لان في نفي واضح وتخصيص من النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في ذلك ابو بكر قال يعني انت لا تلبسه يعني كبرا او خيالاء لكن انت شايف الدين بيتلاقي فيه ازاي اهو اللي فضل لنا بعد هدم الوهابية على الدماغ اللي عملوها فضل الاظر وهو المؤسسة الوحيدة الباقية لانها مؤسسة علم ركز معا مؤسسة ايه انتاج علم ومعرفة حقيقيين